الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلالة عشان كذا العياد دي ما عياذ المسلمين وأي زول قاعد في الحتة دي قبل ما تنزل عليك صخطة من ربنا سبحانه وتعالى إذ خارج والله العظيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعياذ المشركين والنصارى فإن السخطة تنزل عليهم ربنا سبحانه وتعالى صاخط عليهم ليه لأنه قالوا عيسى ابن الله تعالى الله عز وجل عما يقولون علواً كبيراً قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث سلاة فقال الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئاً إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبقي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هؤلاء لأن اليهود والنصارى ذالبعتبرونا نحن ما مسلمين تعرف كلام زيداً مسلم وعدت القرابة صلبه وعمل له قطيب تعد شعر يقول يا وديتما لك عمل في نفسك كذا يقول لك أنا تابع نيمار نيمار دابقول الله ثلاثة أكافي البنى نيمار اللي تمتابع ده دابقول الله ثلاثة وربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة إلى أن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شروا البرية دي لأ شر ناس دي لبقول الله ثلاثة المساكين من المسلمين واحد عامل لي عب نارية يهوا دي تم اعتفل برازات سنة وده ما رأس السنة ذاته أمشي شوف رأس السنة وين يوم واحد واحد ده ما رأس السنة ناس مساكين ما عارفين الدين لأنه شوف زي ما قلنا نقص صوفية دي لتضيع الدين خلوا المسلمين لا فين ساكت داك ماسك في البرعي معقولة ده ما يحتفل مع أبو صليب الذي يدعي أن لله سبحانه وتعالى شريك ويدعي أن لله سبحانه وتعالى ولد ويزعم أن لله سبحانه وتعالى صاحب تعالى الله سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في السنة من تشبه بقوم فهو منهم والعلم قالوا في آخر الزمان وحذره من رأس السنة ذاته قالوا ما يفعله الجهل من أبناء المسلمين مش أبناء المسلمين الكباء وبعاتهم ذاتهم مساكين ما عارفين حاجة قال ما يفعله الجهل من أبناء المسلمين في أول العام الميلادي يعني رأس السنة قال من شاركهم في أعيادهم حبا لهم خرج من الإسلام جملة وتفصيلة أي يزول بحب اليهود والنصارى وبيشاركم في أعيادهم ده بر الإسلام ده معام طوالي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ديل منهم ديل اليهود والنصارى والمشركين وربنا سبحانه وتعالى بيّن ديل ألد الأعداء بالنسبة لنا ربنا سبحانه وتعالى يقول مش تحت في المعام ربنا قال ليك ما بيرض عنك حتى تتبع ملتهم ربنا قال في كتابه العزيز ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لم تن حتى تتبع ملتهم الليل الشاب تلقاه مفلف الجعر ولا بالسيستيم قا في البلاء وتلقاه أخته برضو أسكت سايا تلقاه لابس جكسا خسيتها تلقاه لابس بيجاي وهو لابس بيجاي وين الغير يا مسلم وين الغير على الأعراض بنات كاسيات عاريات كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فهؤلاء الذين يحتفلون بهذا العيد يعتقدون عقائد فاسدة بل نحن في كل صلاة إنت يا مسلم في كل صلاة بتتبرع من اليهود والنصارى كيف تجد احتفل معهم؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في صورة الفاتحة ربنا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ديلا اليهود ولا الضالين ديلا النصارى يعني إنت في كل صلاة في اليوم 17 مرة بتتبرع من اليهود والنصارى وتجي الشارك في عيادهم ورأس السنة ذلك قال الاحتفال يقول لك برأس السنة بيحتفلوا إنه ربنا سبحانه وتعالى له ولد وهو عيسى عليه السلام كما يزعمون تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فهذا عيد نصران باطل ما عنده علاقة بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل علينا كمسلمين أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونحن كمسلمين عندنا عيدين بس عيد الفطر وعيد الأضحى لكن هذه أعياد لليهود والنصارى تلقى المزيعين الجهلة المعارفين الدين يهنوا هؤلاء السفلة يقول لك الليلة طبعا عيد أخواننا من الأقباط أقباط بتعشوني هذا الكفار بر الإسلام ما عندنا مع علاقة بدين النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده تتبرأ منهم ولا يعني تجلس في الذي في المكان الذي يجلسون فيه لأن السخطة أي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليهم ويمقتهم في هذه الاحتفالات الباطلة التي يزعمون أن الله سبحانه وتعالى له ولد ويزعمون أن هذا العيد ميلاد لعيسى عليه السلام ونكتفي بذلك ونقدم أخونا محي الدين شكرا للم شكرا للم